صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تناول أفضل عشر تقنيات ناشئة لعام 2023 وأشار التقرير إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التولدي الذي يمكنه إنشاء محتوى جديد وأصلي من خلال أنماط التعلم من البيانات وتقنية الاعتماد على الوقود المستدام الطيران الذي يتم انتجه من الموارد البيولوجية وغير البيولوجية للحد من الامبعثات الكربونية وتقنية توظيف التكنولوجيا في الانتاج الزراعي وانتاج الغذاء كما أشار التقرير إلى تقنية الحوسبة المستدامة التي يمكن من خلالها الوصول لصفر امبعثات والبحث عن مراكز بيانات تستخدم طاقة نظيفة بما يمكن تسميته بمراكز البيانات القضراء